نشوفنا مبارح في المدرجات صورة فريرا الجمهور معلقة زي ما ماسك صورة شيكابالا زي ما ماسك صورة زيزو هو المدرب ناجم هو جوزيف الاهلي كان ناجم اسمه جروس في الزمالك كان ناجم فريرا في الزمالك ناجم المدرب في الاندال زي دي ناجم وعشان يبقى ناجم لازم يكون مقنع فالحقيقة خلاص يعني الموضوع خلص بالنسبة للصورش بنسبة مليون في المائة وانا بتكلم مع الكابتر رمضان السيد وانا بتكلم فكرة الامج انه برضو تصرفاتك نادي جمهورية عظيمة وتاريخ عظيم وقيمة عظيمة لكن ما تنساش ان الامج مؤثر عليك بايد عن الكيد يعني انت حر يعني عايز تبقى كياد انت حر في الاخر كل واحد ليه تصنيفه يعني فكل واحد بيتحط في التصنيف اللي هو حبه يعني يعني في الاخر الناس فهمة والناس مش هلتحك عليها يعني لكن الامج ده حتى مؤثر عليك من ناحية تصوق ايه طب الاهلي ماكسبش الدور سانتين وارا بعد في مصر صح؟ وكلام كله انه الزمالك جامليته اعلى في الخليج مش كل الكلام دايما كده لما تقعد مع الناس في الزمالك او تقعد مع الناس في الاهلي دايما الكلام انه في مصر الاهلي شعبيته اكتر ممكن لكن في الخليج الزامن لك شعبات وكده يعني كلام كده يعني طب الشركة المتحدة انبارح اعلن ان هي اخدت حقوق التسوق في النادي الاهلي ماشي النهاردة اعلن ان طيران القطري يعني وريني كده الخبر ده جماعة ودى الاول مرة يبقى طيران قوي طيران القطري خد بالك فيه فيه حاجات مش عارف لو قلتها تبقى اعلان ولا ايه زي مصر الطيران زي يعني مش عارف لو مش عايز اقول اسمها شركات يعني دي اكبر شركات طيران في العالم مصر الطيران على فكرة من اكبر شركات طيران في العالم يعني احنا سافرنا كتير وشفنا شركات كتير وركبنا طيرات كتير وعارفين ده وبنسمع ده يعني فاهمين ده لكن لان يجي الطيران القطر طب ليه بيختار الاهلي طب الزامن لك راح يلعب كاس السوبرت سعودي لمصر يوم في قطر والزامن لك يقال انه الاعلى شعبية في الخليج طب مش فهل طب ليه اختار النادى الاهلي هل عشان الاهلي هو الاكتر شعبية في الخليج مش الزمالك هل عشان الاهلي عنده الامج المحافظة عليه طول الوقت يعني للرعاة بيتهفته دايما على الاهلي معين الزمالك شعبية شديدة جدا بص اهو مصدر ليلا كورة اتفاق بين المتحدة وشركة الخطوط القطرية لرعاية النادى الاهلي دي من الحاجات اللي برضو لازم المسؤولين فلاد الزمالك ودي نصيحة يعني انا عارف ومش بقبلوش الكلام ده وهم فوق النصايح هكذا يظنون وهم بيبقوا دايما بيعتبروا من ينصح او من ينتقد او من يكشف او من يتحدث ده يعني بيحاربوا يدوا انطبعات للناس ويفعلونا او يتحدثونا فيما لا يفعلونا ازاي الاهل يعمل مع رموزه كده عشان موقف حصل كلمت عنه امبارح مثلا مع كابتن برب عبد صمد وتلاقي كل رموز الزمالك بعاد يعني الزمالك امبارح بيحتفل كل رموز الزمالك مش موجودة في الكدر يعتخله حازم امام هوجم اول امبارح هو في رمز اكتر من كده في الزمالك السادة النائب عضو مجلس دارة اتحاد الكورة الناجم العظيم حازم امام كابتن ايمان يونس فين كابتن حسن شحاتة مش كل دير موت معوض عدلك مش عايزة اكرر الكلام لكن خد بالك انه القامج كل واحد فينا له شكل لازم يحافظ عليه لانه في الاخر انت بتخاطب ناس وفي الاخر انت لك جماهرية وفي الاخر انت مؤثر عن ناس صح او لا اه